تعيش كولومبيا على وقع موجة من الاضطرابات والاحتجاجات يقوم بها المزارعون أكثر من سبعين ألف مزارع من تسع ولايات كانوا قد دعي لمظاهرات احتجاجية ضد سياسات الحكومة في القطاع الزراعي سائق الشاحنات انضموا إلى المظاهرات للتنديد بارتفاع أسعار الوقود يقول أحد المشاركين في المظاهرات الحكومة نسيت أمر المزارعين الرئيس أشار في خطابه على مزارعي البون فقط ليس لديهم أي التزام من تجاه مزارعي الخضروات إن المزارعين يعانون في العديد من المقاطعات ولهذا السبب كان لابد من أن نتوحد الاحتجاجات كانت قد بدأت الاثنين الماضي وقام خلالها بعض سائق الشاحنات بإقامة حواجز ما دفع السلطات إلى نشر أكثر من 500 عنصر من قوات الأمن لإزالة العشرات من الحواجز